بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية رقم 49 لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق خمسة كانون الأول 2023 توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين وتثمينا لجهودهم القيمة التي بذلوها لخدمة الوطن والمجتمع وبهدف نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي أولاً إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بإبداء أقصى درجات التعاون وتقديم التسهيلات للمتطوعين والفرق التطوعية لتنفيذ برامجهم ثانياً تخصيص منحة مالية للمتطوعين الذين يتعرضون لحوادث إثناء عملهم التطوعي ثالثاً تخصيص جائزة وطنية سنوية للمتميزين في العمل التطوعي رابعاً قيام الوزارات التي لديها حاجة للمتطوعين بإنشاء مراكز تطوعية تعمل على تنظيمهم ضمن برامجها وأنشطتها قرارات مجلس الوزراء الموافقة على مقترحات مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذو الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 التي تضمنت زيادة راتب المعينة المتفرغ إلى 250 ألف دينار مقطوعة وتخويل مجلس الوزراء بتعديل الراتب عند الحاجة مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والملحوظات التي عرضت خلال اجتماع مجلس الوزراء قرار الموافقة على استثناء محافظة بغداد من الضوابط والتعليمات رقم 2 لسنة 2023 لغرض التعاقدي مع محاضري الرصافة الثانية الملحق البالغ عددهم 20666 على أن تكون من ضمن حصة محافظة بغداد المنصوص عليها في المادة رقم 66 من قانون الموازنة قرار الموافقة على ما يأتي قيام الوزارات المختصة بتقديم كشوفات مسعرة ومسارات التحوير للتعارضات التي تواجه تنفيذ مشاريع الحكومة المدرجة في الخطة الاستثمارية 2- تعرض الكشوفات على المقاولين المنفدين لتلك المشاريع لغرض تنفيذها بنفس الأسعار وتحت إشراف الوزارة المختصة 3- في حال اعتذار المقاول عن التنفيذ لأي سبب كان يمنح الوزير المختص صلاحية التنفيذ استثناء من أساليب التعاقدي وتعليمات تنفيذ الموازنة 4- تضاف كلف التعارضات إلى كلفة المشروع خارج مبلغ الاحتياط والإشراف والمراقبة دون الحاجة لموافقة وزارة التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد 5- ينفذ هذا القرار لمدة ستة أشهر مع إعلام وزارة التخطيط 6- بذلك قرار الموافقة على تخويل أمانة بغداد صلاحية استلام شبكة مجار المناطق المخدومة وغير المخدومة والزراعية المنفذة من الأهالي في قضاء الزوراء المعامل 6- كواقع حال في الوقت الحاضر بحسب موقف المواقع والمحلات المحدث على أن تعد جداول كميات للمحلات المراد تطويرها 7- قرار تخصيص وزارة المالية مبلغ 11 مليار 774 مليون 286 ألف دينار فقط 7- إلى أمانة بغداد عن الاحتياجات الطارئة الحاكمة لإصلاحات التخصفات للخط الناقل الرئيسي 8- خط بغداد لدائرة مجاري بغداد من احتياط الطوارئ 9- استنادا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 1023 و24 و25 قرار اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم 23279 بشأن مشروع تنفيذ الخط الرئيسي من محطة الحبيبية إلى مشروع معالجة مياه المجاري في الرستمية خط الخنساء بحسب الآتي 1- إلغاء قراري مجلس الوزراء 54 لسنة 2014 2- الموافقة على إدراج المكون المثبت في كتاب وزارة التخطيط 3- المؤرخ في 27 آب 2023 3- كمشروع جديد مستقل ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 4- وتتولى أمانة بغداد 5- مناقلت مبلغ من أصل تخصيصات مشاريعها الاستثمارية لسنة 2023 5- لغرض الإدراج على أن تغطى كلفته الكلية ضمن جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 6- بحسب ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 6- قرار 1- الموافقة على ضم القطعة المرقمة 529 على 10 برطلة 7- إلى القطعة المرقمة 332 الملاسقة 8- والتابعة إلى كنيسة برطلة للسريان الأرثوذيكس بدون بدل 9- لاستعمالها كنيسة وملحقاتها 9- عد مبلغ بدل البيع موضوع بحث الفقر واحد آنفاً ديناً حكومياً 10- وشطبه على وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل 10- وقرار مجلس الوزراء المرقم 23447 لسنة 2023 10- قرار الموافقة على إصدار نظام الإختصاصات البيئية لسنة 2023 11- الذي دققه مجلس الدولة استناداً إلى أحكام الدستور 11- والمادة خمسة من القانون رقم واحد لسنة 2020 12- قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية 12- رقم 6 لسنة 2000 13- مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء 14- قرار الموافقة على منح الشركة المنفذة لمشروع مجمع الشهداء السكني في محافظة ميسان 14- سلفة تشغيلية للمرة الثانية بقيمة 10 مليارات دينار فقط 15- استناداً إلى أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و24 و25 قرار اقرار توصية محضر اجتماع الفريق المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 23408 لسنة 2023 المتضمن تعديل القرار التشريعي رقم 767 لسنة 1987 بشأن مشروع قانون اعفاء المشروعات التنموية من الضرائب والرسوم إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 767 لسنة 1987 ليصبح بحسب الآتي واحد قصر تحديد مفهوم المشاريع التنموية المبينة في القرار التشريعي 767 لسنة 1987 وقرار مجلس الوزراء المرقم 167 لسنة 2010 المشاريع الممولة من القروض والمنح ضمن الموازنة العامة الاتحادية اثنين تشمل في هذا القرار المشاريع التي يتم إعلانها بعد إصدار هذا القرار بالتفسير المذكور في الفقر واحد آنفا ثلاثة نفاذ الإعفاء للمشاريع التي شملت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 167 لسنة 2010 والمستمد من القرار التشريعي 767 لسنة 1987 والموقعة قبل إصدار هذا القرار قرار إقرار توصية محظر الاجتماع الخامس للوجنة الأمر الديواني المرقم 22432 لسنة 2022 المعني بمراجعة الاتفاق مع الجانب الصيني واقتراح سياسة لاختيار مشروعاته وتحديدها بحسب الآتي تمويل المشاريع المدرجة في أدنى من حساب الاستثمار استنادا إلى المحور الثاني الاتفاقية العراقية الصينية ألف من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 للسنوات 2023 و24 و25 واحد محطة القدس واحد ميتين وثمعاش مليون وخمسمائة ألف دولار اثنين محطة القدس الثلاثة ميتين وثمعاش مليون وخمسمائة ألف دولار الثلاثة محطة عكاز الغازية مية وستة مليون وميتين وخمسين ألف دولار شكرا